اشتركوا في القناة وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام اللهم صلي وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى وعلى علي ومحمد وعلي والحسن وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه هؤلاء هم أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين وكأني بين يديك وأنت تناجي ربك وتقول كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أنت كما أحب فاجعلني كما تحب وكيف لا يكون الله سبحانه وتعالى كما نحب وهو الرؤوف الرحيم المتفضل العطوف كل صفات الصفات التي لو أحسننا لآمنا وأمنا كيف لا يكون كما نحب ولكن هل نحن كما يحب يقول الأمير هو يقول وهو قطعا ممن يحب الله فاجعلني كما تحب وهذا أمر من أهم الأمور التي يمكن للإنسان أن ينالها في حياته الدنيا هو حب الله له أن يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه إذا أحبه الله فقد نال خير الدنيا والآخرة ولا يبالي ماذا حصل عليه بعد أن أحبه الله سبحانه وتعالى وإذا لم يحبه الله معاذ الله فمصيره إلى أين نستجير بالله فيحفظ الإنسان هذه الناحية يحاول أن يحافظ عليها بأكبر مقدار من الحرث لأنه بالنسبة لله ليس بحاجة إلى طاعتنا كما تعلمون خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تنفعه طاعت من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه فيمكن أن يستبدلنا أو ليس هو جل جلاله القائل والذين أو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فلنكن نحن هؤلاء القوم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبون الله سبحانه وتعالى ولا يصل بنا الحال معاذ الله أن يستبدلنا الله بمن سيحبهم أو يحبهم فلنكن نحن ممن يحب ولكن كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبنا أو كيف نسعى لأن يكون الله سبحانه وتعالى محبا لنا لن نتوسع كثيرا بقدر الإمكان في هذا المطلب ولكن على الأقل يكفينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لنستدل على هذا الأمر فنرى أن هناك موارد كثيرة نص فيها القرآن الكريم على من يحبهم الله سبحانه وتعالى فإذا استطعنا أن نكون منهم من أصحاب هذه الصفات التي قد تصل إلى ثمانية على الأقل ذكرها القرآن إذا كنا منهم فقد نلنا هذا الخير الكثير الواثر أو على الأقل بعض الصفات واعلموا أن هذه الصفات الحسنة مترابطة بمعنى أن الإنسان إذا نال منها شيئا فقد نال أكثرها أو كلها من ذلك عبرت الآية الكريمة إن الله يحب المحسنين أليس كذلك؟ تقول الآية بلى وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المحسنين هذا مورد ثاني المحسنين مورد المقسطين مورد إن الله يحب المتقين فإذا نسعى أن نكون من المحسنين والإحسان يعني هو أن نفعل العمل بأفضل حالاته وأن نفعل الخير مع الآخرين أن لا نطلب المقابل مقابل فعل الخير إعانة الآخر مساعدة الآخر بل الإحسان في أعمالنا أن نحسن العمل يعني نأتي به بصورة أكمل أوليس من ورد في الحديث أنه رحم الله عبدنا عملا فأتقنه أو أحسنه فهذا من الإحسان إذن نحاول أن تكون أعمالنا بأفضل صورها حسنة أن نقوم بعملية الإحسان إلى الغير فنساعد الآخر بأمور المادية أو بغيرها ولكن بعنوان الإحسان فلا نتوقع المقابل والمقابل سيأتي من الله وهو حب الله سبحانه وتعالى أن نتقي أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أفعالنا في أقوالنا في هواجسنا أن لا نظلم المقصطين أليس كذلك؟ أن لا نظلم أحدا فلا نتعدى حدود صلاحيتنا في التعاطي مع الآخر فنعدل في أمورنا وفي أمور سوانا أيضا من هؤلاء هو التوابون يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب توابين نص على حب الله سبحانه وتعالى لهم وكذلك المتطهرين فالمتطهرين فالمتطهرون الذين يذكرهم الله أيضا أنه يحبهم فيه رجال يحبون أن يطهروا إن الله يحب المتطهرين هؤلاء الطهارة أن يطهر الإنسان نفسه أن يطهر أعماله أن يزكي نفسه هدف لحب الله لنيل حب الله سبحانه وتعالى والتواب وكلنا نعرف التوبة هو الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو الندم على الفعل الذي وقع فيه الإنسان ولا ينبغي أن يقع فيه فالتوبة لها مراتب كما تعلمون فمراتب أن يتوب الإنسان من معصيته معاذ الله ومراتب أن يتوب عن القبيح يعني يتكامل في مسألة التوبة أيضا من هذه الصفات هو الصابرون إن الله والله يحب الصابرين فالصبر هو يكون على أمور متعددة فأن يصبر الإنسان فلا يشكو إلا إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى اللسان يصبر على مستوى الجنان أن يتحمل ولا يحصل عنده جزع من المصارب ولا يحصل عنده اعتراض على الله سبحانه وتعالى والصبر على مستوى التطبيق فلا يفعل فعلا يتعارض مع الصبر فيكون من الصابرين إن شاء الله وأيضا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فالتوكل على الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى حسبه ويعتمد عليه وهذه مسألة مهمة لأنها ترتبط بثقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى الذي يحسن التوكل يعني يحسن الثقة يعني يحسن اليقين والإيمان والأعتقاد بالله سبحانه وتعالى وبعد المقاتلون في سبيل الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص هكذا عنوين نستطيع أن نستقيها ونأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى ونسعى للاتصاف بها لكي نكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى وبالتالي علينا في المقابل أن نحذر أن يكون ممن لا يحبهم الله يعني بنفس الوقت نسعى لنكون ممن يحبهم الله جل جلاله ونحذر ونحصن أنفسنا لكي لا نقع بأن نصاب بصفة هي من صفات ممن لا يحبهم الله سبحانه وتعالى وكيف أيضا نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فنجد أن هناك موارد أكثر ذكر فيها من الموارد التي قالنا الله يحب كذا أن الله لا يحب كذا الصفات التي الأشخاص الذين لهم صفات لا يحبهم الله لأجلها منها الظلم والاعتداء أن الله لا يحب الظالمين أن الله لا يحب المعتدين أليس كذلك منها الاختيال ولا تمشي في الأرض لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله إلى أن يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور الذي يتكبر ويفتخر يعني يظهر هذا الأمر يترفع عن سواه يعجب بنفسه إعجابا غير صحيح وليس في محله ونراه في مورد آخر جل جلاله يقول إن الله لا يحب المستكبرين فالتكبر الداخلي أو التكبر الذي هو يظهر فيصبح اختيالا وفخرا في غير محله هذا يبغضه الله ولا يحبه فيكون من الصفات التي علينا أن نحذر منها أيضا الكافرون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين والكفر يقول الحمد لله لسنا كاثرين ولكن الكفر قد يكون له مستويات أيضا منها كفر النعمة منها كفر النعمة منها الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فالكفر طارة يكون بالقول وطارة بأن يفعل الإنسان ما يتعارض مع دينه مع إيمانه كفر في الأفعال في الأقوال في التصرفات المختلفة في الاعتقادات وهو الكفر معه الله بمعنى عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى فكل ما يضاد الإيمان لا يناسي الإيمان فلنحسب حساب أنه قد يكون من هذا الكفر الذي يجعل الله سبحانه وتعالى غير محبا لنا معاذ الله أيضا الخائنون الخيانة وهي من أخطر الحالات لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين كما يذكر في الكتاب الكريم مقابل الأمانة مقابل حفظ الأمانة والأمانة الإنسان نفسه أمانة لديها أليس كذلك؟ فإذا تصرف الإنسان يعني هذه من الموارد التي قد يخفل الإنسان فيها عن أنه خائن وهو أن يتصرف في نفسه بطريقة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى فيكون خائنا بأن يؤذيها بفعل المحرمات أو القبائح أو الإضرار بها خان هذه الأمانة يخون العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه من الخيانة يخون العاراض معاذ الله بالإقدام على الفواحش معاذ الله أو لا بالتعرض لعاراض الناس والكلام عليها هذا من الخيانة ومنها الخيانة الأمانة التي سيستلمها الإنسان صحيح تطلق غالبا على الخيانة إذا واحد سلم أمانة لشخص وخانها هذه كلها من الخيانة فقد يقع فيها الإنسان من حيث لا يشعر معاذ الله فيكون من الخائنين بعد المسرفون الذين أسرفوا على أنفسهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين أيضا هؤلاء المسرفون يعني الذين تخطوا وتجاوزوا الحدود فأيضا في مختلف المجالات الإسراف المتعارف هو أن يتصرف الإنسان بالأمور زيادة عن حاجته يسرف في أمواله يسرف في تصرفاته الدنيوية ولكن الإسراف حتى في العمل الإسراف حتى في الإساءة زيادة الإسراف حتى في على نفسه بأن يمنعها عما أحلى الله سبحانه وتعالى لها في بعض الأحيان وأيضا الفارحون إن الله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين صحيح على لسان قومه ولكنه في مجال نصيحة له يعني ليس الفرح الفرح مطلقا ليس مشكلة الفرح في محله الفرح الباطل الذي يكون فيه تكبر فيه عجب بالنفس هذا لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى فنستجير بالله فلنراقب هذه الأمور وسواها من التي نستطيع أن نعلم بسهولة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب فبذلك نسعى للإتصاف بما يحبه الله وترك ما لا يحبه الله وبالتالي لا نكون معاذ الله ممن يستبدلنا الله بمن يحبهم ويحبونه وبالتالي نأمن وتحصل عندنا الطمأنينة ولعل لا نكون ونناشد وندعو الله سبحانه وتعالى ونناجيه بمناجات أمير المؤمنين عن حق وعن توجه وعن صدق إلهي كفى بي عزا أن تكون لي ربا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم اخفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته